وقدم المجلس بالكامل استقالته لوزارة الشباب بورياضة وبالتالي سيتم تشكيل لجنة لإدارة النادي في المرحلة المقبلة قبل إجراء الانتخابات وذلك تبقى للجمعية العمومية المقبلة تشكيل لجنة فيها يتم تسليم وتسلم كافة الأمور والإجراءات الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالنادي حسب ما أعلن وزير الشباب بورياضة الدكتور أشرف صبحي طيب أكيد في تفاصيل محتاجين نعرفها فنعرفها من رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المستقيل المهندس يحيا الكومي بشمهندس يحيا أهلا بحضرتك من ورنا أهلا بيك أنا بيه أهلا بيك أهلا وسهلا بيك وحايد طيب ويا رب سنة سعيدة على حضرتك عظينا وعليكم وعلى كل شعب المصر كل العظيم يا رب وبعد أسبوع واحد من السنة الجديدة تقدمتم بالاستقالة إيه أسباب هذه الاستقالة بشمهندس يحيا والله يبص الأسباب كثيرة يعني أنت عارف طبعا النتائج هي أساسا ولكن شو النتائج طبعا ده شيء طبيعي متوقع الناس طبعا بتبقى سيئة وكذا ده شيء متوقع يعني فيحنا طبعا للأسف السديد يعني احنا حاولنا كثير وصرفنا من جبنا تقريبا وصلت إلى فوق العشرين مليون جنيه يعني وصلت أكثر من كده وبنسيب النادي الظروف صبعا صعبة لكن أنا ما كانش يودي أن أنا أتب هذا الظروف لكن ما شاء الله فعل يعني إن شاء الله وإحنا بنشكر الشعب الإسماعيلية وجمال الإسماعيل وبنشكر يعني يعني الخيادة السياسية ومعالي رئيس الزراء ومعالي الوزير وكل الناس والمحافظة كلهم ساهم وحاولوا نعمل أي حاجة بس يعني ما جاتش الآخر في اللعيبة هي اللي بتلعبه النتاجة هي اللي بتلعبه هي اللي جاء سبب الأساسي نعم من هاجة المستقالة نعم طبعا مع بعض التجاوزات من فقلة خليلة لبعض الشتائم اللي بتحزن الواحد طبعا متدفعه يعني غير مقبول واحد يعني هل يرضى الناس الجماهية اللي بتشجع النادي من أي نادي يعني يتقبل إنه هو يتشتم بالأب ولو أنا عايز أسأل واحد من اللي بشتمنا هل تقبل هذا؟ واحد يعني أنا واحد من الناس رئيس النادي بقولك أنا عملت كل اللي أقدر عمله صهران للنهار عشان راحت اللعيبة وعشان راحت النادي وعشان تعمل أي حاجة وفي الآخر النتاج ما في الجبه هي اللعيبة مش بتحزن تلعب كويس مش موضوع بتاعي يعني فأحنا يعني للأمانة لكن أنا إحنا شايفين مفيش يعني إحنا انتفقنا النظم مع معادي الوزير إن إحنا نشكل لجنة من وزارة الشباب والرياضة أساسا لنعمل نعمل فحص ونعمل جلب المحتويات ومعاملات النادي واللجنة دي هتكون شكلها زي ما قالت لها حضرتك قانونية وإدارية ومالية واللجنة دي هتها اللي تعمل محضر استلام والتسليم وتخلي طرفنا إن شاء الله وزمتنا من هذه المعاملات تمام بس ربنا يوافع الإسماعيلي وبشكر الجماهير وبشكر الناس كدها وأنا أتمنى لكم التوفيق يعني وأنا أتمنى لكل المنظومة الرياضية التوفيق في مصر إن شاء الله يا رب بإذن الله والإسماعيلي يعود بإذن الله بأي شكل من الأشكال إلى وضعه الطبيعي بش منسح يا إيه اللي دار النهاردة في اجتماعكم مع وزير الشباب الرياضة ربما على مستوى الصعوبات اللي أبلغتو بيها أو على مستوى رد فعله أو اللجنة المحتمل أن تتشكل خلال الأيام اللي جاية لا اللجنة هي دي شيء إداري حسب اللايحة عشان تعمل محضر السلام وتسليم مننا وإحنا هنبقى متواجدين خلال هذه الفترة لغيرنا ما تيجي بلجنة بكرة بعد وخلال 24 ساعة 48 ساعة وعد الوزير إنها تكون موجودة ويبحثوا الملفات ويبحثوا كل حاجة وبعد نعمل محضر السلام وتسليم وربنا يوافع إن شاء الله يعني ما فيش حاجة لأن القرار إحنا بلغناه يعني إحنا أوريلي أنا بلغت مبارح معالي الوزير ووصلوا إن إحنا بنقدم استخارة جامعية وفقال لي طب أنا نتقابل بكرة فاتفقنا نتقابل بكرة الساعة سابعة ورحنا على المعاد وكان كل شيء هو سيد معالي الوزير كان مجامع كل الإضافة